التقى الرئيس عبدالفتاح السيسيا اليوم بالرئيس نيكوس أنستسيادس رئيس الجمهورية القبروسية جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسالا وصرح متحدث أرياسا بأن الرئيس السيسيا أشاد بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبروسية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تقدم إلى جانب المواقف القبروسية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترق سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبروس واليونان من جانبه أعرب الرئيس القبروسي عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبروس مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين مؤكدا تطلع قبروس لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين فضلا عن مواصلة تعزيز ألية التعاون الثلاثي مع لونان لسيما في ظل الدورة التي تقوم به مصر كراكزة للاستقرار في الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتعاون القائم بينهما على شتى الأصيدة كما شدد رئيسان على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار ألية التعاون الثلاثية بما يساهم في جعل هذه الألية نموذجا يحتذى به للتنصيق والتشاور بين دول البحر المتوسط ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية